موسيقى ازايكم في مقولة بتقول ان الانجاز خير من الامتياز بالانجليزي done is better than perfect يعني ايه يقصدوا ايه هل يقصدوا ان احنا ما نستعاش للتميز وان احنا نبقى مية في المية في كل حاجة في حياتنا بصراحة اه هو ده اللي يقصدوا كل واحد فينا عنده ادوار كتيرة جدا جدا عاملين زي مهرج السرك اللي عنده خمس كور بيججل في الهوى لو ملمسش كل كوره من الكوره اللي في الهوى دول هتوقع انا ام زوجه اه عندي اهتمامات عندي مسؤوليات عندي حاجات في ال شغل في كل حاجة من الحاجات ال انا مهتمة بيها والقل اللى انا باعبها في حياتي كل حاجة فيه ومعنده هلسته كبير قوي 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 من الحاجات والاهتمامات والمهام والاعمال اللي لازم اعملها وانجزها وانا مش لوحدي كل بني آدم في الدنيا دي لو فكر حيلاقي ان له ادوار كتيرة جدا وان هو بيسموها ان هو يعني لبسين طوائي كتير البس الطاقية دي عشان اشتغل في الحاجة الفلانية لا هالبس الطاقية التانية عشان اشتغل في الحاجة التانية لو ساعت للامتياز في كل حاجة من الحاجات اللي موجودة في حياتي حربك حياتي النهاردة هقول لكم اربع اسباب او اربع حالات بيكون فيها الانجاز احسن وافضل من ان انا اتميز او اسعى للتميز سبب الاولاني ان الانجاز احسن من الامتياز هو ان انتاجيتي الشخصية بتزيد انا زي ما قلتلكم زيكم زي زيكم عندي حاجات كتيرة قوي 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 لازم اعملها لو اعدت على كل حاجة احاول ان انا اوصل مية في المية مش هخلص كل اللي انا عايز اعمله كل يوم بيبقى فيه سيه مثلا عشر مهام والوقت محدود وعشان اوصل للانتياز في مهمة ما لازم اديها وقت اطول ووقت اكتر هيجي منين الوقت ده الوقت ثابت على فكرة كمية الوقت اللي متاح لنا في اليوم ثابتة ما بتتغيرش مفيش يوم بصحة واقول اه النهاردة 25 ساعة امبارح كان 22 ساعة بس لا لو اديت لدي للجانب ده من حياتي وقت اطول واهتمام اكبر اكيد هياخد من الجوانب التاني السبب التاني ان الانجاز احسن من الامتياز سبب غريب قوي ان احنا احيانا بنستخدم البرفكشن او ان انا اوصل لمية في المية او هذا الامتياز كحجة وكسبب اني اتأخر وماطل وما قدمش اللي مفروض اقدمه وما عملش اللي مفروض اعمله وما انجزش اللي مفروض انجزه فكر كده في كتاب من كودو براين تريسي كان مدي اجزامبل لفريق مبيعات في شركة ما وواحد من من دوبي المبيعات دول كل يوم يقول انا هبتدي بكرا اصل النهاردة انا هرتب الناس اللي مفروض اتصل بيهم ابجديا تاني يوم لأ انا مش هرتبهم ابجديا انا هرتبهم حسب المكان اللي هما فيه هدي يومين ضاعوا تالت يوم لأ اصلا انا اكتشفت ان الترتيب ده مش صح وان فيه ترتيب احسن هدي تالت يوم تلت ايام ضاعوا اتأخر فيهم ماطل في اداء المهمة عشان يرتب الاسامي احسن ترتيب فكروا كده في حياتكم هلأ حصل ان انتو استخدمتوا رغبتكم في ان انتو عايزين تنجزوا الحاجة على اتم وجه وتسببت هذه الحجة في ان انتو تأخرتوا ان انتو ما انجزتوش اعتقد ان ده سبب فالد قوي وبيحصل كتير قوي في حياتنا ان احنا نبقى عايزين نبقى احسن حاجة وما ننجزش حاجة السبب التالت ان الانجاز احسن من الامتياز هو ان اساسا مفيش كمال مفيش perfection مفيش 100% انا مبتكلمش على ايام ما كنا في المدرسه وكان فيه ولاد شاطرين قوي قوي بيجيبوا متياز في كل المواد ومية في المية في كل المواد والحاجات دي انا بتكلم على الحياه العملية على خلاص برا المدرسه برا الجامعة معترك الحياه معترك الحياه جاية من معركه مفيش perfection مفيش حد مفيش واحده اجمل ستة في الدنيا اه احيانا بيختاروا بعض الستات وكلام دوه مفيش حد اجمل حد مفيش حد اقوى حد مفيش انسان شاطر في كل حاجة ولكن ممكن يكون فيه انسان ناجح في كل حاجة لكن مش ممتاز زي ما قلت لكم حياتنا مليانة كذا جانب جوانب عديدة ممكن ابقى سبعين في المية في الجانب ده ومية في المية هنا وخمسين في المية هنا وثلاثين في المية هنا وهكذا كل واحد فينا يحدد اولويات ويحدد ايه الجانب اللي في حياتي اللي عايز اوصل فيه لمية في المية وده يخليني اتقبل ان فيه جوانب تانية مش حوصل فيها المية في المية رابع سبب ان الانجاز خير من الانتياز وانا بصراحة حسيت قوي 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 بالموضوع ده تجنب الارهاق والتوتر العصبي لما بنحاول ان احنا نبقى احسن ما يكون في كل جانب من جوانب حياتنا بيبقى فيه ضغط عصبي جامد قوي 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 علينا انا عايزة ابقى اشيك ما يكون واحلى ما يكون واشتر ما يكون وعايزة ادرس ده وعايزة ادرس ده وعايزة بيتي بانضف بيت في طول الوقت على فكرة اللي انا بقوله لكم ده حاجات انا مريت بيها وحاجات شفتها مع صحابي ومع قريبي ومع زميلة معي في الشغل كانت في ادارة تانية وكانت مديرتها مختلفة عن المديرة بتاعتي زملتي على فكرة ما كانتش مصرية ما كانتش عربية كانت كندية مرة بتكلمني كنا خارجين سوا وبتكلمني قد انها محبطة ومتدايقة لان مديرتها شطرة في كل حاجة وبتقولي كده بتقولي حياتها بيرفكت بيرفكت مفهاش ولا غلطة قبتلها طب يعني ازاي قوليلي قالت لي انا رحت زورتها على غير معاد وكان بيتها نظيف جدا جدا وبيرفكت وكبير وواسع والكلام ده كله الطريقة حتى اللي بتعمل بيها شعرها بيرفكت استخدمت كلمة بيرفكت قد خمسين مرة وهي بتوصف المديرة بتاعتها انا ساعتها شجعتها قلت لها طب خلاص يعني اديكي اهو شايفة قدوة حسنة ورول موديل كويس استخدمي الرول موديل ده وحاولي تقلديها حاولي توصالي للي هي وصلت لي اعتقد عدى الوقت كذا شهر بعدين تقبلنا تاني وقالت لي انا خلاص انا اعصابي من تنمرة انا في ساعي ان انا ابقى شبه المديرة بتاعتي دي لقيتني مش قادرة طيب هي بيجي لها حد يساعدها في البيت انا ما عنديش فبقت لازم تعمل كل حاجة بقت عايزة تبقى اشتر واحدة في التيم بتاعها عايزة تبقى احسن ام عايزة تبقى عايزة تبقى عايزة تبقى انهارت انهارت من الموضوع ده بس مش ان انا ببص لحد وعايزة اقلده ولكن انا من زمان في التنافس مع نفسي ان لما اعمل حاجة عايزة اعمل احسن منها وعندي نهم شديد ان انا اتعلم كل حاجة دايما دايما في كورس بحضره دايما في كتاب بقرأة كل الحاجات دي احيانا بيبقى ضغط جامد قوي 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 على اعصابي لاني عايزة ارجل كل حاجة وهايزة اعمل كل حاجة فلما نركز على انجاز الحاجات المهمه هنرتاح قوي من الاسترس ومن التوتر ومن الارهاق ومن التنشنه ومن ان طول الوقت قاعدين عمالين بنجري 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 خامس واخر سبب هتكلم فيه ان الانجاز احسن من الانتياز هو ان احنا احيانا ما بنبتديش اصلا وبنتخلى عن بعض احلامنا او بنتخلى عن بعض ادوارنا للأسف فيه مثلا ممكن اباء يبقى الوقت المتاح ديهم في اليوم مش كبير قوي بدل ما يستغل الوقت الصغير المتاح دي ان هو يبقى قب كويس مع ابنه او مع بنته ما يعملش اصلا لانه عايز يبقى احسن قب في الدنيا ومدان ما عنديش الوقت والمجهود خلاص مش مهم بقى او ان يبقى حد نفسه يحقق حاجه طموح معين بس ما عندوش 100% من الموارد اللازمة لهذا الطموح ولهذا الحلم سيتخلى عنه ما يعملوش اصلا ودي اخطر حاجه بقى ان احنا نفتكر ان احنا دايما بيقوله all or none equals none يعني لو حطينا في مخنا ان لازم اتكوش على كل حاجه لازم اعمل كل حاجه لازم يبقى عندي كل الموارد المتاحه عشان ابتدي الموضوع دوه لازم يبقى عندي احسن مكان لازم مثل مشروع اعيز ابتديه اعيز اجيب احسن مكان اعمل ديكورات احسن ديكور عايز اعمل كذا عايز اعمل كذا عايز اعمل كذا عايز اعمل كذا بس مش كل حاجه عندي متاحه ده يطبطني وما يخلي نيش ابتدي اصلا في عمال الحلم بتاعي أنا شفتها مع ناس كتير نفسهم كانوا يبتدوا شغل معين بيزنس معين ولأ بس أصلا أنا معايش الفلوس الكافية طب معاك قد إيه؟ ونحاول نضبط خطة العمل والبيزنس بلان على الموجود معاك إن إحنا نعمل الحلم ده أو نحققه على مراحل المرحلة الأولانية فيها الموارد 1 2 3 4 المرحلة التانية فيها كذا وكذا وكذا المرحلة التالتة فيها كذا وكذا وكذا مثال تاني حقوله لكم في صديقة متابعة كنت أنا اتكلمت في فيديو مشهور قوي على إزاي تبقي ست شطرة وبعتتلي وقالتلي أنا نفتي أبقى ست شطرة بس أنا بيتي مكركب وكل حاجة فيه متوسطخة وبصراحة أنا كسلانة وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا عايزة أبقى ست شطرة وعايزة أبقى ممتازة وعايزة أبقى نجحة وعايزة أبقى كذا وعايزة أبقى كذا هتلاقي كل حاجة كويسة وكل حاجة وصلت لمية في المية فما بتبتديش أصلا لكن لما قسمت البيت بتاعها ده دي قوض وزونز النهاردة هعمل الحاجة دي وبكرة هعمل الحاجة دي وخطوة خطوة وصلت لكن لما حاولت إنها تزبط البيت كله في يوم واحد فشلت وتعبت وارهق ده كان مبدأ من المبادئ بتاع الإنتاجية الشخصية وإزاي نزود إنتاجيتنا وإزاي نزود نجحنا عن طريق إن إحنا نعمل كل حاجة مفروض مننا أنا عملت فيديوهات كتير عن المواضيع دي وعن إدارة الوقت وبحس إن من أكتر الحاجات اللي أنا استفدت بيها شخصيا في حياتي هو علم إدارة الوقت وإنت صايح عن زيادة الإنتاجية الشخصية وكمان من تجاربي أنا والترايلاند ايرور عرفت بعض الحاجات هحاول أشير معاكم بعض الفيديوهات اللي أنا عملتها في السابق عن الإنتاجية الشخصية وإزاي نزود إنتاجيتنا اليومية وإنتاجيتنا في الحياة أرجو يكون الفيديو أعجبكم واستفدتم منه وأرجو إن انتوا تكتبو لي تحت يا ترى إيه التحديات والمعوقات اللي بتقابلوها في حياتكم عشان تنجحوا وعشان تحققوا اللي انتوا عايزينه وأنا هحاول أخذ الأسئلة دي أو التعليقات دي ورد عليهم واحد واحد أشوفكم الحلقة الجاي